بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله في هذا المقطع بنتكلم على Industrial Robot System فبنتكلم أول حاجة على The Robot Arm بيقول The robot as used in industry is a device that consists of number of joints طيب Each joint is driven by some form of actuator in a controlled fashion so that the robot can perform the desired task يبقى الروبوت بيتكوين من number of joints كل joint لها actuator اللي هو المشغل أو الموتور الموتور ده ممكن يكون السبر موتور ممكن يكون سيفو موتور ممكن يكون DC موتور بيقول The robot can perform the desired task The motion are computer controlled through the use of robot program written by the user يبقى كل الموتون اللي بيعملها الروبوت arm بتبقى صادرة من البرنامج اللي تكتب عن طريق اليوزر اللي هو بيبقى بيتحول الى الكنترولر يعني بكتبه على terminal وبعدين بيتحول على الكنترولر عشان يترجم ويروح للروبوت عشان يقدر عن طريق ريليز والسويتش والمايكرو سويتش والكلام ده عشان يقدر يعمل الموشنز اللي هتبقى في الاخر وده الهدف الرئيسي من الروبوت ونهو يعمل الموشنز المختلفة اللي أنا هوظفها بعد كده لعمليات مختلفة واللي ان شاء الله هنقصمها الى حكتين اتنين اللي هم gripping وتولينج هم دول الحكتين بعملهم الروبوت وتحت كل واحدة منهم بيندرج مجموعة من الجوب فبيقول لي figure 1-1 show robot form that has movement capabilities similar to the human body زي يعني this waist shoulder elbow and wrist movement تعال نشوف الروبوت arm اللي موجود قدامنا ده فزي لو لاحظنا هنلاقي ان احنا عندنا ادي ال elbow هنا هو وبيقول لي فين في عندي fore arm وال lower arm اللي هو ما يبقوا ايه حوالين ال elbow اللي هو موجود اللي يعمل لي ايه اتجاه الدوران بتاعين طب بعد كده في مين اللي في shoulder او الكتف shoulder اهو فبيقول لي بانا عندي shoulder elbow fore arm وال lower arm وعندي كمان ايه ال waist وعندي ايه ال body وعندي ايه ال base هنا لو لاحظت شيئا لايه ان هنا انا ما عنديش اي شغلانا بيعملها هو هو وصلني وهو ده هو ده الروبوت هو ده روبوت arm ان انا هنا المطلوب مني ان اعرف ايه with the motion with the working envelope ايه الحركة اللي هيقدر فين ال envelope اللي هيقدر ايه يتحرك فيه هذا الروبوت هيتحرك فين هلا يتحرك في cylindrical ولا هلا يتحرك في كارتيزا هل يتحرك زي ما نشوف ايه ال geometries بتاعة الروبوت او ال working envelopes المختلفة بتاعة الروبوت هتبقى ازاي بكده نكون وصلنا لديه هذا المقطع نراكم ان شاء الله في المقطع القادم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته